سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين. عملنا الفيديو اللي فات الطاقم بتاع الملاية. قفلنا الملاية بشريط الستان. احنا اتفقنا ان احنا جايبين خمسة متر للطاقم سرين ست قطع جايبين خمسة متر. قطعتهم انا شرائط شريط نص متر بعرض نص متر للملاية وشريط بعرض نص متر للملاية. تفضل معي نص متر. النص متر الاخير قطعته شرائط كل شريط عشرة سمتي بالطريقة دي. وعملته اوفر نفس اللون. تمام يبقى الشريط ده معي الخددية واحدة خمسة خمسة متر. شريط الخددية. طيب بالنسبة للخددية قصتها ازاي? زي ما احنا متعودين بنشوف الرسمة عاملة ازاي? وبنقص فيه في قوائم التشغيل قص الملايات السري دي الاطفال. هتلاقوها عشان يعني انا مش عايزة كل فيديو افضل اعمل نفس الكلام. انا قصة نفس الرسمة دي. قبل كده في فيديو موجود في قص ملايات الاطفال في قوائم التشغيل. تمام? بس القصة دي مختلفة. لكن القص هو نفس الكلام. يعني الموديل بس اللي مختلف. طيب انا هقفل الملايات الخددية دي ازاي? اه مش هعمل فيها حاجة خالص غير ان هعمل لها كونيش داير ميدور الخددية. هقفلها عادي جدا وعمل لها كونيش داير ميدور الخددية. قبل ما اقفلها انا عملت الفيونكا دي انا خدت شريط من الشريط ده. اه خدت شريط خمسة وتلاتين سنتي. وبعدين تانيته كده. وقفلته من جوا يعني تانيته على المقلوب كده وقفلته من جوا. وبعدين عدلته. اديني الجزء ده. ركبت لها شريط الاستراص ده كده بالطريقة دي. وهحطها في يونكا هنا بالجنب كده اهو. هنخيطها كده. عشان تعمل لنا منظر جمالي شوية للخددية. اهو. كده. بعد كده هنقفل الخددية بطريقة عادية جدا نفس التقفيل اللي بنعمله. اهو. هحط الوش على الوش كده. بالطريقة دي كده. واقفلهم. واجي قدني آآ الحرف بتاع الضهر كده. اهو. طبعا بنظف آآ الخيط الفيتا اللي بتبقى طالعة دي هو السري دي. آآ عشان هو مش آآ مش قطن. فبينسر برضو زيه زي المصرية. آآ لكن هو آآ مستو عن المصرية ان هو الوانه سبتة. مش آآ مش زي الوان المصرية. الوان المصرية بتنزل شوية. لكن هو الوانه سبتة. اهو بنظف كده ولا ماشي كده. اهو آآ برضو هتنيه. وبعدين. هجيب كده القلاب كده. آآ واركبه بنفس الطريقة اللي احنا مدفل ديه. طبعا الكلام ده موجود كتير جدا على القناة. آآ عشان كده انا بعمله بسرعة. خلاص. حال. قلبت آآ تنيت كده القماش كده بتاع القلاب. هبدأ بقى اقفل الجناب. كده. ويجي احط الجنب ده عليه. كده بالشكل ده كده اهو. كده قفلت الجنب. هعمل الجنب التالي بنفس الطريقة. قفلت الجنب التالي وقفلت الخددية. بقيت معي خددية طبيعية جدا اهي. آآ ما فيهاش كرانيش ولا حاجة. هبدأ اركب الكرانيش من فوق من هنا. معايا شريط اهو. ممكن اكشفش الشريط. وبعدين اركبه. وممكن آآ اكشفش وانا بركبه. او اعمل كسرات وانا بركبه. طبعا هو في في الستان بيفضل كسرات بتبقى شكلها اجمل من الكشكشف. اهو ببدأ كده احط الشريط كده اهو. وابدأ اعمل آآ كسرات كده. اهو بعمل كده. بمشي واحدة واحدة كده. عشان تبقى الكسرات بحاول بقدر الان كان. اخلي الكسرات قد بعضها. بس اوي كده وانا ماشي عشان ما دس على حاجة غلط تباوص شكل الخدادية معي. اهو. وبخلي الكسرات زي ما بقولوك كده بقدر الامكان تبقى اقد بعضها. او باجي هنا كده في الملف كده او في الكورنر او في الزاوية بتاعة الخدادية. بلف كده ايدي. بزود الكسرات شوية عشان آآ دايما احنا بنقول الموضوع ده ان احنا بنيجي في الكورنر كده او في الزاوية بتاعة الخدادية بزود الكسرات ينهر ابيضة الخيط مفكوك. هنعدها تاني. اه كان مصورة المكوك كانت فديت وانا مخدتش بالي. اه رجعت عدتها تاني هو ركبت غيرت مصورة المكوك وركبتها الكشكشة واضحة هي اه شكلها جميل جدا. برضو هقولكو لو اتكاوت هتبقى شكلها جميل جدا جدا جدا. هنبدأ نكمل كده. وهنلف بالشريط ده كده دايما يدور الخدادية. اه بعد ما ركبت الشريط دايما يدور الخدادية. هبدأ اركب برضو اه شريط الاستراص ده. اه برضو على حرف الكورنيز زي ما عملت بالزبط في الميلاية. اهو هنبدأ نركبه كده. همشي كده. وايجي هنا كده. اروح عاملة اه تانية الا 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 الاستراص كده. عشان ما يبقاش موروب معي اهو. واركب. وامشي دايما يدور الخدادية بالطريقة دي اهو. اه بكده بتكون الخدادية اه خلصت اهي. اه شكلها جميل جدا. اهي. اه شريط السفين ده برضو اه شكله حتى لو مش مكوي يعني هو اهو هحاول اوره لكم. الكسرات اهي. اه شكلها جميل جدا. طبعا لازم تبقى مقاس واحد كده عشان تبقى منصاقة كده. اه لو دسنا عليها بالمكوى طبعا هيبقى جميل جدا. اهي الشكل الخدادية. اه شكلها جميل. اه بالنسبة للملاية. اه حاول احط لها في يونكات ازاي دي كده. اه برضو كيس المخدة هنعمل له اه اه يعني يا اما احط الشكل كده اعمل له اه اه كرنيش بالطريقة دي. اما احطها مفروضة على حسب ما شوف شريط ستان هيكف معي ايه. اه ودي كده الخدادية اه اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم. اه والستان ده شكله جميل. اه اشوفكو على خير في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.